هنبدأ بالفيتامينات الفيتامينات نوعين النوع الأول من الفيتامينات هو الفيتامينات التي تزوب في الدهون ودول أربع فيتامينات الفيتامينات التي تزوب في الدهون أربع فيتامينات إيه هما؟ فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K أربعة بس بيدوبوا في الدهون أما النوع الثاني من الفيتامينات هو الفيتامينات التي تزوب في الماء ودي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة فيتامين به عارفين أنتوا يقولك فيتامين به المركب يعني إيه مركب؟ هو مش مركب ولا حاجة هو كذا فيتامين جوه مجموعة فيتامين به دي خلاص دول كتير قوي هتعرفوهم دلوقتي ومعاهم مواد أخرى ومعاهم فيتامين سي هنبدأ بالنوع الأول تمام؟ أول الفيتامينات التي تزوب في الدهون زي ما قلنا هم أربعة A و D و E و K هنبدأ بفيتامين A أو فيتامين ألف فيتامين A أهميته أنه ضروري للإنجاب والنمو فيه ناس يقولوا إيه في الثقافة العامة يقولوا فيتامين ألف مهم للعيون صح؟ بس أهميته القصوى في الإنجاب والنمو وضروري جدا برضو زي ما أنا لسه قايل وزي ما حضراتكم عارفين للعينين لصحة العينين وصحة البشرة والشعر كمان كمان فيتامين A بيساعد الجسم على مقاومة الأمراض المعدية لأنه من أكبر محفزات المناعة فيتامين A كمان بيحافظ على صحة الأغشية المخاطية الأطعمة الغنية بفيتامين A أو فيتامين ألف إيه هي؟ يلا نعد بع بعض الكبدة الأسماك البيض الحليب اللي هو اللبن يعني ومشتقاته زي الجبنة والزبادي والقشطة الخضروات والفواكه الملونة هقولكو زي إيه؟ زي لون الأصفر يبقى الفلفل الأصفر فيه فيتامين A اللون البرتقالي البرتقاني يبقى الجزر فيه فيتامين A والمانجة والمشمش والبطاطا اللون الأحمر يبقى الفلفل الأحمر والطماطم اللون الأخضر اللي هو الأخضر الغامق يبقى الفلفل الأخضر والسبانق خلاص ده فيتامين ألف أو فيتامين إيه العوامل اللي بتساعد على امتصاص فيتامين إيه في الجسم ما احنا خدناه بقى كلنا الحاجات الحلوة اللي أنا لسه أقل عليها أهو إيه اللي يساعد الجسم إنه يمتص بقى فيتامين إيه من الأكل ده الزينك مهم جدا وفيتامين دي والمواد اللي بتمنع امتصاصه خلي بالكو بقى يعني ممكن يبقى الناس بتاكل إيه وزي الفل لكن من غير ما تاخد بالها بتاخد مواد تانية أو بتاكل حاجات تانية أو بتعمل حاجات تانية تقوم تمنع امتصاص الفيتامينات الحلوة دي فيتامين ألف بقى إيه اللي يمنع امتصاصه في الجسم الكحول بعض المضادات الحيوية الأنظمة الغذائية قليلة الدهون يبقى شفتوا بقى اللي الناس يقول لك أسانا كلش دهون خالص لا فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها كده أسانا ما فيش خالص لا ده فيه فيتامينات تزوب في الدهون أصلا يعني محتاجة الدهون عشان تبدي أهميتها أو تبدي وظيفتها طيب تاني فيتامين من المجموعة التي تزوب في الدهون نتكلمنا عن فيتامين إيه تاني فيتامين يزوب في الدهون هو إيه هو فيتامين دي وطبعا فيتامين دي ده ضروري لامتصاص الكالسيوم وضروري برضو لامتصاص الفوسفور وبالتالي هو ضروري جدا لصحة العظام والأسنان وكمان المحافظة على طاقة وحيوية الجسم بشكل عام يا مناس عندهم حالة خمول كده وكسل ويقولوا طاقتنا منخفضة و بأي حاجة بنعملها بنتعب نيجي نعمل تحليل نلاقي فيتامين دي واطي تمام؟ لازم فيتامين دال ده أو فيتامين دي يكون موجود في الجسم بشكل متوازن إيه الأطعامة الغنية بفيتامين دال أول حاجة الأسماك بشكل عام أنواع محددة غنية أكتر المكريل السمك المكريل والسمك السلمون والسردين والرنجة والتونة والجنباري إنما الأسماك بشكل عام فيها فيتامين دال موجود كمان فين؟ موجود في الحليب في اللبن أنا بقول على اللبن الحليب لأنه برضو إحنا لنا جمهور الحمد لله في دول عربية فهما بيسموا اللبن ده زبادي إحنا بنقول على اللبن اللي بنشربه ده لبن إنما لما نروح أي دولة مثلا عربية ونقول لبن هما بيبقصدهم على الزبادي فعشان كده يعني عشان ما ندخلش في مشاكل أو سوء تفاهم فبنقول اللبن الحليب الحليب اللي هو بيتشرب تمام؟ برضو غني بفيتامين ده إيه تاني غني بفيتامين ده؟ صفار البيض تمام؟ زيوت السمك يعني الأسماك كمان اللي هي الزيتية اللي هي زي ما قولنا السالمون والدينيس وهكذا وبرضو فيه حاجة مهمة جدا هي أشاعة الشمس هي أشاعة الشمس فيها فيتامين دال يعني هي بتنزل كده من عند الشمس فيها فيتامين دال؟ لا فيه فيتامين دال مخزن في جسمنا لكن فيه صورة غير ناشطة أشاعة الشمس بتساعد على تحويل فيتامين دال اللي في جسمنا ده من الصورة الغير ناشطة إلى الصورة الناشطة لكن لازم طبعا نتعرض للشمس في الوقت الآمن اللي هو قبل الساعة 11 صباحا أو بعد الساعة 3.5 عصرا لأن في الفترة بقى من 11 إلى 3 دي بتكون فيها الأشياء تكسف الأشياء فوق بنفسجية فبتكون أشياء الشمس ضر تمام طيب هنمشي في النظام ده في كل حاجة في الفيتامينات والمعادل إيه العوامل اللي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين دال أول حاجة فيتامين إيه اللي احنا لسه متكلمين عنه تاني حاجة الكالسيوم تالت حاجة الفوسفور يبقى الجسم اللي فيه فيتامين إيه وكالسيوم وفوسفور يمتص فيتامين دال كويس طب ايه المواد اللي تمنع امتصاص فيتامين دال بعض المضادات الحيوية أدوية الإسهال مضادات التشنج تمام فيتامين إيه مضادات التشنج والكحول تمام تالت فيتامين هنتكلم عنه هو فيتامين إيه ودم اللي بيدوبه في الدهون برضه هو مضاد طبيعي للتأكسد وبالتالي أي حاجة مضادة للأكسدة مفيدة للقلب والبشرة على طول مفيدة للقلب ومفيدة للجلد والبشرة فيتامين إيه كمان بيساعد على شفاء الجروح وبيمنع ظهور علامات تقدم العمر يعني بيأخرها يعني الناس اللي بيحافظوا على تناول العناصر الغذائية الغنية في فيتامين إيه ما يبنش عليهم السن بسرعة تمام؟ فيتامين إيه بيحافظ على صحة الأعصاب فيتامين إيه موجود في زيت جنين الأمح زيت عباد الشمس زيت الفول السوداني زيت الزتون موجود كمان في اللوز والبندق والفول السوداني وموجود في البيض والحبوب الكاملة والخضروات زيت الأوراق الخضراء زي الجرجير والملوخية والسبانخ وغيره فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص فيتامين إيه في حين إن اللي بيمنع امتصاصه أواني الطهي اللي معمولة من الألمونيوم الحرارة العالية تجميد الغذاء لفترات طويلة أدوية الإسهال والكميات الكبيرة من فيتامين سي يعني فيتامين سي بيساعد امتصاصه بس لو زاد عن الحد يقوم يمنع امتصاصه